الهدف الاول يعني فيه هجمات كتيمكن مضمونة اكتر من الهدف الهدف جه الجول صد الكرة حرس مرمى منتخب المغرب سبحان الله صدها كأنه بيصلح على محمد صلاح هنا التوفيق هنا التوفيق محمد صلاح اللي هم طول المطش مسكين واربع لعيبة بيفضى بيفضى في كرة يعني مش ممكن هم يتخيلون يعني لو اتعادت الكرة دي هيقولوا طب احنا سبنا فضي ازاي وحرس المرمى بيطلع الكرة بيطلعها في اتجاه محمد صلاح عشان يحط الكرة التوفيق بيروح لمن يستحق في حين ان كان فيه قوة قبلها كتير جدا كانت ممكن تخش هدف ولكن ما دخلتش هدف ليه لانك ربنا عايز يحس مننا الاسرار اكتر كان محتاج يحس مننا العزيمة اكتر نفس الكلام الجول التاني محمد صلاح بيجيله ربع فرصة واحد على واحد دي اللي بيستناها المساحة واحد على واحد مفكرش في نفسه كان ممكن يقولك هحط الجول التاني الهدف التاريخي وابقى وابقى مفكرش في نفسه حط كرة كلنا كلنا مش شفناش تريزيجية كل اللي قعد بيتفرج على المطش كلنا بيقول حط يا صلاح حط يا صلاح بيدي كرة تريزيجية كرة مقشرة وبيقوله ايه طلع كل المدافعين والحرس المرمى برا المعادلة بيقوله يا تريزيجية روحط الكرة جول انكر ذات قيادة هنا عايزة توقف عند محمد صلاح الحقيقة محمد صلاح الفرق بينه وبين اي لعيب حتى في اي لعبة هي المنتاليتي الفكر اللي بيلعب به يا جماعة والله العظيم دي دروس دروس للي بيفكر محمد صلاح حتى بعد ما جاب الجون يا ريت تجيبولي الصورة بيعمل للعيبة كده ما بيقولش للعيبة كده بيعمل للعيبة كده بيلون ركزوا هنا يعني محمد صلاح الفرق بينه وبين اي لعيب وانا نفسي حتى يعني 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 صلاح يسبب انا فاهم انا فاهم صلاح بيلعب ازاي صلاح ما بيركز عليها حاجة تانية بيركز على ده على الفكر كل ما بيطور فكره بيتطور اداؤه كل ما بيتطور من تالت بتاعته اداؤه بيتطور الفرق بين صلاح وبين اي لعيب فيه لعيبة اكتر منه مهاريا جدا مش على مستوى ماصر على مستوى العالم ولكن صلاح سبقهم سبقهم بايه سبقهم بدا وده اللي يفرق بني أدم عن التاني مش بس العيب عن التاني ممكن تلاقي مهندس عن التاني فريق كده طبيب عن التاني فريق بدا وربنا كرمنا بالعقل فانت لما بتنمي عقلك انت نفسك كبني أدم قمتك بتاع لهو ده العمله صلاح صلاح المنترية بتاعته حتة تانية صلاح حتى والحكم في قمة تحيزه ما فقدش تركيزه ما فقدش تركيزه تماما ولا قاعد يدخل في انقاش مع حكم بيه فكر في اللي بعده في اللي بعده لو ده العيب بيفقد تركيزه ده أنا عايز أقول لكم انه هو تحت ضغط مش تحت اي ضغط عادي لا ده مدافعين بيدربه فيه بيفوت من واحد يلاقي التاني يعني مش بس انه محتاج يفكر في أداؤه ده بيفكر ازاي كم من المباراة بس قادر اللعيب عمالة زوق فيك تخيله الزق ده بيهت في اللعيب بيبقى مش قادر تخيل انت لعيب تستحق الحضن ده صلاح والله العظيم تستحق الحضن ده يا ابني والله ليه لما تلاقي صلاح المطش الشغال وهو في دماغه عمال يوزع مجهوده بالشكل اللي يضمن به يكمل المباراة والحتى شفناه بيروح يتكلم مع ميستر كروش بيتكلم مع ميستر كروش مش عشان ضعاف النفوس يقولك ده بيتدخل في قراته خالص هو في الملعب جوه في أرض المعركة شايف حاجة بيحتاج يوسله للكوتش لازم الكمونيكيشن ده ده في بعض الألعاب كابتن الفريق بيبقى في ودنه سماعة مع المدرب بيتكلم مع المدرب الراجب كده الأمريكان فوتبول كده كابتن الفريق بيبقى فيه لينك بينه وبين المدير الفني في ودنه فاللي عايز أقوله لكم النهاردة محمد صلاح الزق اللي انتوا شايفينه والضرب ده ياخد من مجهوده نهاردة محمد صلاح مش بتكلم عنه كلاعب خالص أنا بتكلم عنه كقائد جوه الملعب محمد صلاح قائد جوه الملعب بمعنى الكلمة حتى في أسوأ الظروف والدنيا ظلمة والدنيا يعني محتاج النهاردة تنزجيه يعني حتى صلاح رفع رجله بس عشان تنزجيه عايز كده نما نزله على طول ليه لعيب عارف وبيعمل ايه لعيب عارف هو بالنسبة لمصر قيمة يا جماعة اتعلمه من صلاح كل واحد في مجاله يتعلم الفرق من لعيب وإنسان والآخر والعقل داني ربنا كرمنا عن سائر المخلوقات بالعقل لو انت مش هتشتغل على عقلك هتطلع على قدام ازاي؟ وصلاح قال اكتر يا جماعة على الموضوع موضوع منتاليتي انا عايزة توقف النهاردة المكسب كل العبر الجالة بس انا باخد عبر عبر صلاح النهاردة النهاردة حاجة تانية عايزة اشيط بيها النني هتقول لي النني عمل ايه؟ لا 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 النني النهاردة له لان هو اعترض على الحكم وبعنف اعترض بشكل عنيف في الشوت الاول في الفاول اللي هو متأكد ان هو مش فاول ممكن انا اعترض في كورة مع ليش شاب انا اللي غلطان فيها يعني فاهمين عاصد ايه؟ انه مكورة انت يا نني مش فاول وانت متأكد انه مش فاول وبيعترض الحكم ما اقدرش يديله انظار مصر كلها ده العالم كله ده مش كده بس ده راح يقول له لو جات جوني روح للفار النهاردة النني انت انت معلم يا نني انت معلم واللي يفهم رياضة يفهم انت عملت ايه؟ ونفس الاعتراض كان في شوت التاني راح للحكم وزحق لهوا على الارض وقال له ازاي؟ حكم ما درتش يديله انظار لان الحكم عارف هو عمل ايه؟ يا جماعة القيادة معلش انا اسف مش بس المكسب وده اللي بنقوله الفرقنا حتى مش بس انت تبقى لعيب كويس لازم تبقى بجوه الملعب عندك شخصية انا اسف يعني مش عارف اقولها ازاي بس احنا في الرياضة بنقولها صيع ملعب لازم تبقى كده قاري الدنيا فين وقاري الدنيا راحة فين وشايف النهارده اني انا الحكم بيعمل ايه النهارده اني انا الحكم بيعمل ايه وشاف لو ما كانتش اعترض كده كان ممكن الموضوع يروح في حتة تانية النهارده نفس الكلام فتوح في الاخر بيقول له انا فاهم تمام لا تمام انا فاهم خلاص يا باش هنلعب يعني انت بتعبراتك واعتراضاتك وزقك ودفعك وامتى تزق وامتى ما تزقش النهارده الجاز الفني سحب ايمن اشرة في وقت مية بية عامل مجهود جامل جدا واخد انذار في اشتراكات بلعب فدائية خاف عليه خاف عليه اطرد النهارده الفكر والشغل مش بس من اللعيبة انما النهارده صلاحه اني في الملعب بأمانة لعيبة قيادية لعيبة قيادية واحد النهارده اني انا الاعتراض اللي اعترضه والحكم نقولت بس اني برا لمطش اني ما عملش كده اني اعترض اعترض بس هو عارب اعترض فيه وبطريقة ما تخليش الحكم يتحب يديده يطلع على الكارت ازاي ومش فاول وانروح للفقر واعمل الحكم لازم هنا هيراجع نفسه مهما كان نازل وجوه قرار معين ابدا الاعتراض ده هيخليه يفكر الف مرة النهارده شفنا ابو جبل مش عايز يخرج فدائية فدائية هو ده اللي باتكلم فيه اللي عايز اقوله يا جماعة ان صدقوني اللي بيحصل في كورة القدم مش بس نتعلم منه لعيبة كورة القدم كل الالعاب الاخرى كل الالعاب الاخرى لازم تتعلم من اللي بيحصل